أقول لك والله أنا بس أتحرك كأنه مسامير في ركبه في نخز وخز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم عزائي المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نواصل به الحديث عن سلسلة المفاصل والعظام المنجنيز المنجنيز يعني نادرا جدا أن نسمع هذه الكلمة هذا معدن مهم جدا وهميت صراحة تدخل في عدة أمور ليس فقط في سياق المفاصل والعظام فالمنجنيز واحد من المعادن المنظمة للسكر والمنجنيز واحد من المعادن الهامة للخصوبة والمنجنيز واحد من مضادات الأكسادة الجميلة في عالم المعادن إذن نحن أمام معدن له ثقله في جسم الإنسان وأهميته العظيمة ولكن سوف نتحدث فيما يتعلق فقط في قصة المفاصل والعظام أين يقع دور هذا المعدن وكيف يعمل هذا المنجنيز أو في أي بيئة من هم أصدقاء المنجنيز حتى يعملوا مع بعض بهمة عالية أصدقاء المنجنيز هم الكالسيوم، الفيتامين دال، الجلوكوزامين، والكندروتين هذول أربع أصدقاء لمين؟ للمنجنيز وأصدقاء المقربين هذول المستوى الأول وحين نرى هذه يعني في مثل يقول قل لي من صديقك أقول لك من أنت صح؟ طيب الصديق المنجنيز، الجلوكوزامين، والكندروتين، والفيتامين دال وكالسيوم إذن من هو المنجنيز؟ هو للخشونة طبعا في بناء الغضريف إذن مهم جدا في بعض الأحيان المريض يشكو يقول لك والله أنا بس أتحرك كأنهم مسامير في ركبة في نخز، وخز، صحيح كلامه ليتا في تكلسات زي ما حكينا في لقاء الكالسيوم، الكالسيوم لم يمتص فهنا يأتي المنجنيز ويعطي إشارة للفيتامين سي الصديق بس من المرتبة الثانية، فقط عند الحاجة تمام؟ وحين يلتقوا مع بعضهم البعض المنجنيز والفيتامين سي تذوب هذه التكلسات إذن وجوده جميل وهذا ما نرى فعليا في بعض شركات الأدوية صراحة في المكملات أنا بسميها smart formula يعني التركيبة الذكية فبتلاح حاطة الجلوكوزامين، حاطة الكندروتين طبعا بالجرعات الصحيحة 1500 ميلي جرام للجلوكوزامين 1200 لكندروتين وحاطت معهم إيش؟ منجنيز وحاطت معهم فيتامين سي هذا فاهم إيش بيشتغل فاهم إيش بحط تمام؟ لأنه تقريبا كل من يعاني من الخشونة إلا تأتي له فترة زمنية يعاني من هذا الوخز وهذا النخص تمام؟ الشغلة الثانية في قصة المنقنيز وهي هامة جدا صراحة في قصة كثافة العظام فإذا هنا نأتي للعمر إيش؟ الشبابي تمام؟ نجد صبية في الأشينات من العمر وتشكو بلغة سيدة من الخمسينات من العمر طب ليش؟ البركة في أكل المطاعم والبركة في أكل الوجوات السريعة والمصائب اللي بحطونا إياهم في هذا الطعام والسكر وغيره وغيراته طبعا هذا دمر البنية التحتية للمنقنيز؟ لا طبعا لكل شيء لا ضل كالسيوم ولا ضل منقنيز ولا ضل نحاس ولا ضل فيتامين دال ولا ضل كالسيوم ولا ضل شيء فهنا المنقنيز فقد أصدقائه فقد أصدقائه من كالسيوم وفيتامين دال كيف بده يشتغل؟ قلنا هدول الأربع متعودين يكونوا مع بعض راح منهم اتنين بيشتغل بس باتنين بشتغلش وبالتالي نسمع اليوم للأسف الشديد فتيات في العشرين من العمر تقول أنا بسمع تقطقة في مفاصله يعني الجلوكوزامين والكندروتين عيد مع السلامة ولما نسمع هذه التقطقة يعني لا جلوكوزامين ولا كندروتين ولا منقنيز ولا كالسيوم ولا فيتامين دال ضربة معلم يعني إذن الموضوع ليس بسيط حتى نعيد البنية المنغنيز نبحث عن المصادر مصادر وين برضه؟ زي مصادر النحاس في الأسماك الوجبات الرئيسية شربة العظم شربة السمك على وجه التحديد كذلك موجود في التوابل وخص بالذكر الفلفل الأسمر موجود في البطاطا الحلوة طيب من هدول كلهم منقدرش إحنا نعزز في طبق المنغنيز نكون لنا وجبة سمك وقبل لا يكون في عنا شربة سمك مثلا ونضيف عليها بعض من التوابل ونعززها بالفلفل الأسمر البلاك بيبر هذا وبعدها مثلا مساء نتناول وجبة من البطاطا الحلوة مشوية يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز؟ أنا عززت هنا ونتحدث سابقا عن يعني منظومة البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة بالمناسبة ليس لها علاقة بالبطاطس نهائيا لا من قريب ولا من بعيد تمام؟ في ناس بولك بطاطا وبالسبب سمنة أو كذا أو ممنوعة من المرضى الكلة آه هاي البطاطا البطاطس تمام؟ لكن احنا منحكي هنا على البطاطا الحلوة السويت بوتريتو هذه عبارة عن استروجين وهذه قيمة أخرى لأنه دائما كثافة العظام لها علاقة بمين؟ بالاستروجينات فمتخيلين احنا يسوينا الآن؟ أكلنا بوعي تشافينا بوعي أخذنا الأمور بكل لا يتجزى رأينا الكالسيوم فيتامين دالي جلوكوزامين كوندروتين في وخذ أخذنا البيتامين سي هكذا تقاس الأمور بعدين بطلعنا واحد بقولك جلوكوزامين كلام فاضي ما فيش دراسات تقول كده دراسات مين يا عب؟ هو احنا صاعدنا أكثر من خمس تلاف سنة يعالج الناس بإيش؟ بشوار بيت العظم والكولاجين هذا والجلوكوزامين والكندروتين والمعادن وجايين هلأ نقول دراسات فيها أكم من واحد ودراسات اليوم مختلفة طبيعة ومنهجية الدراسة إذا اختلفت اختلفت النتائج إذا أخذت والله دراسة سطحية ولا أخذت دراسة كيز وكنترول ولا أخذت دراسة بفور وافتر كل واحدة تختلف النتائج لكن النتائج على الأرض واللي حققوا وشهادات الناس عبر آلاف من السنين المدونة هذه هي الكلام الصحيح تمام؟ ولا ننسى طبعا في الختام الشاي الأخضر هتم معكم الخبر أن الشاي الأخضر فيه قدر من المنجنيز يعني رجوعا للوجبة تبعتنا تاعت السمك وشربت السمك وتحقيقا لمبدأ كله واشربه بعد الأكل نشرب ايش؟ شاي أخضر يعني أخذنا منجنيز ما شاء الله إذن موضوع المنجنيز لها علاقة بالخشونة الخشونة لها علاقة بمواد جلوكوزامين والكندروتين وهدول المواد الطبيعية الربانية التي تعمل على سهولة حركة المفصل وبنية المفصل وتباعد المفصل عن بعض البعض تمام؟ وهذه حتى نحافظ عليها يجب أن نهتم دوما بالمصادر الرئيسية ومحدداتها من المنجنيز وأصدقاء المنجنيز إذن التشافي كل لا يتجزأ ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا